ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى عبر إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي وتنمية القطاعات الواعدة بالإضافة إلى تعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024 هذا وشدد معاليه على همية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره محركا أساسيا وعنصرا هاما في عملية النمو الاقتصادي مشيرا معاليه إلى همية دعم المبادرات والابتكارات والأفكار الإبداعية للعنصر البشري مستذكرا الجهود التي تبدلها مملكة البحرين في هذا المجال والتي تشكل بدورها قيمة أساسية للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية نحو بزيد من التطور والنماء على مختلف المستويات ولفت معاليه إلى همية مواصلة الاستثمار في المجالات التي تسهم في دفع النمو الاقتصادي بما فيها التكنولوجيا المالية وإسهاماتها البارزة في دعم مسارات التنمية المختلفة منوها معاليه أن الخدمات المالية هي صناعة واعدة في مملكة البحرين ودول الخليج العربية أما على صعيد التحول في الطاقة وتأثيرها على منطقة الشرق الأوسط وخصوصا الدول المصدرة للنفط فقد أكد معالي الوزير على همية تحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال لافتا بأن مملكة البحرين قامت باتخاذ العديد من الإجراءات لتحسين حماية البيئة وضمان توفير بيئة تعزز التنمية المستدامة لصالح الأجيال القادمة الجدير بالذكر أن الجلسة النقاشية تناولت عددا من الموضوعات من بينها واقع النمو الاقتصادي في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي من المتوقع أن تنمو اقتصاديا بنحو 5% في عام 2022 إلى جانب استعراض أبرز التحديات العالمية المتعلقة بتعزيز الأمن الإقليمي والدولي والإجراءات التي يمكن أن تتخذها الاقتصادات الرئيسية في المنطقة في معالجة هذه التحديات ترجمة نانسي قنقر